السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الأعزاء طلاب وطالبات الثانوية العامة معكم ميسيو إهاب الطبع خبير ومشرف اللغة الفرنسية للمرحلة الثانوية يريد كله يركز معايا النهاردة هناخد كلمات الوحدة التانية بالتوفيق لكل أبنائي الطلاب يريد كله يذاكر يريد كله يهتم بالكلمات أهم حاجة عندي في اللغة الفرنسية هي الكلمات لو أنت عرفت معنى كل كلمة بتعدى عليك هتعرف تترجم هتعرف تحل كل أسئلة الامتحان بإذن الله تعالى هنقرأ النهاردة أنا لميت كل كلمات يونيتي دي اللي هي الوحدة التانية اللي هي خاصة ب خاصة بالمأكلات والمشروبات وحنقرأها كلها مع بعض بإذن الله تعالى أنت وقاعد تقرأ لازم تقعد تكرر في الكلمات أنت وتقرأ على طول لازم إيه لازم تكرر لازم تكرر الكلمات طول ما أنت عمل إيه عملت ركز معايا هنا طول ما أنت بتسمع لازم تكرر في الكلمات هنيجي مع بعض بقا هنا كلمات اللي هي الوحدة الأولى اللي هي خاصة بالأكل والشرب يريد كله يركز معايا طبعا أول حاجة بيقول للدرس الأول تكلم عن المأكلات وإيه والمشروبات يلا بقا معايا هنقرأ بعض الحاجات أنغيبا وقبة أو أكلة آريبا كرر في سرك دايما بتي دي جيني الإفطار دي جيني الغداء جوتي وقبة التصبيرة اللي هي بين الغداء والعشاء لوديني العشاء أم بلا طبق أم كوميرس المحل التجاري أم برودوي منتج الليتغ لتر أم فغيجو تلاجة أم ساندويتش ساندويتش أم موني اللي هي القائمة الطعام اللي فيها الأكل والشرب أن دي ساغ أو لو دي ساغ التحلية يعني الحلو اللي باكله بعد الأكل أنتبه اللي الفرق بين كلمة دي ساغ وكلمة لو دي ساغ اللي هي الصحراء شنفروم إس واحدة أنفغوي فاكها اللي جيم خضار أنتبه كلمة الخضار أخرها أه ولكنها مسكولة مذكر يعني كلمة الخضار برغم أن أخرها أه ولكنها إيه مذكر سريال اللي هي الحبوب أو الغلال أنجريديا المكونات أو المحتويات أنجريديا أنجريديا لزاليمون مهمة جدا الأكل أو الشرب أو المطعو الأطعمة أو المأكلات لزاليمون بواسون مشروب أخذ بالي البيل تحت بخفيفة لأننا هنأخذ بعد كده كلمة تاني بواسون هي نفس الكلمة بس البيل فوق معناها السمك بوتي بوتي إزازة أو زجاجة أملت البيض أو الأملت فوا مرة أخذ بالي كلمة فوا برغم أني مش أخيرة إيه ولكنها مؤنس بول اللي هي بولته الأيس كريم بيتزا البيتزا أخذ بالي كلمة البيتزا برغم أني مش أخيرة إيه ولكنها مؤنس لسط لسط أليمنتاشون تغذية أليمنتاشون غي سات وصفة أو طريقة العمل كاتيجوري كاتيجوري أو كاتيجوري الفئة يقول لك ده نوع ايه فئة ايه الصحة الاعتدال في اي حاجة والوسطية الاستهلاك الاستهلاك المخبوزات او المعجنات من اهم الفربات يستهلك يحترم كوبي يقص أو يقطع اشتي يشتري لافي يغسل انفيتي اى يدعو لي بونسي اى يفكر في بيقل من حاجة أو بيحد منها بغوندغ معناها الاساسي يأخذ لما تيجي مع الاكل والشرب حيبقى معناها يأكل فلواغ يريد ماتغ يضع مجرير ينحف أو يخس هنكمل مع بعض الكلمات هنجي بقى هنا لزاليمون اي لبواصون الاغزية والمشروبات افوكا افوكاتو اناناس اناناس لغزا العنب الكوي الكوي الكمترة افوكاتو افوكاتو الفصولية الخضرة لكاغاتو الجزر البطاطس الكورجات الكوسة الصالات السلطة مشروب النعناع سيرو مشروب سكري مشروب كده مركز عصير الفكهة لصودا الصودا لكوكا الكولة معايا يريد كله يبقى معايا بواصون جازي مشروب غازي انتبه للصفة اللي هي جازي عشان هنا بواصون مؤنس فجازيز جاء مؤنس كافي الكافي او القهوة كافي اولي قهوة بالحليب لو مينغال مياه المعدنية لو طبعا في ميناء مؤنس عشان كده مينرال مالها اخرها او شوكولات سيتغون لو تي الشاي لو لي اللبن لو ياورت اللي هو الزبادي لو ياورت لو فغوماج مهمة جدا وانتبه اوي كلمة ياورت اللي هي الزبادي برغم ان اولها اجريك ولكن بتعامل معها على ان الاجريك مش حرف متحرك يعني بتاخد لو وليس اللي ايه ابوصغف مهمة جدا فغوماج الجبنة انتبه كلمة الجبنة برغم ان اخرها او ولكنها مذكر جرياغ نوع من انواع جبنة جبنة المزرلة لزي البيض كلمة لزي البيض فيها اف و اس في الاخر ما بنطقهاش لباغ الزبدة اخرها او ولكنها مذكر لويل الزيت كروسان او كروسان كروسان كوكي اللي هو بسكوت بالشوكولاتة لغي الرز لومي الدرة لوبا الخبز لبسكوي البسكوت باجت عش الفينو او الخبز الطويل لبات المكرونة لانتي العدس لسال الملح لسيكرا السكر برغم ان اخره اوه ولكنه مسكولا لوميال العسل لاميال المربة فريانديز اللي هي القطعة الحلويات لبواسان جاتها كلمة السمك شبه كلمة مشروب بالظب بس هنا البيل فوق تقيلة انما لابواسو مشروب بخفيفة ومؤنسة لطان التونة لصومون السلمون لزويتغة المحار سوسيسون السجوء سوسيسون لبولي فرخة لفياند اللحمة لكريفات الجنبري لانوازات البندق لبونبون لبونبون البونبوني لفغامبواز لفرامبواز اللي هو التوت بعد كده الكلمات كتيرة شوية ولكن عشان تخلصها كلها مرة واحدة بعد كنت تحل عليها بقى المواقف والحاجات دي دي اهم الصفات والتعبيرات ديليسيو لزيز لما أنسها هحل بالإكس الى إس إيه تبقى ديليسيوز إكسلان ممتاز لما أنسها إكسلان إيديال مثالي أو نموذجي كوتيديا يومي أو الجرنان يومي مثلا لما أنسها هتبقى كوتيديا يومية سامفورمي سير يستعلم على أو يسأل على بيراميد أليمونتار الهرم الغذائي ريجيم أليمونتار نظام غذائي ديزابتود أليمونتار عداد غذائية منتجات الألبام نجي بقى هنا للحاجات في الهرم الغذائي ماشي عشان ممكن نقول لك ده السكر تابع إيه فنقول منتجات سكرية منتجات الحبوب أو البوكوليات المواد الدهنية اللي بات ألا بولونيز اللي هي مكرونس باجتة باللحمة المفرومة اللي هو كريم كراميل بادي تو إطلاقا أو مطلقا وأن تبه إن الدين اللي موجودة في النص دي يو وليست دي اي ألافوة في نفس الوقت نعرفين كلمة الأفوة لوحدها معناها مرة إنما نقول لي ألافوة تعادل أم ممتو في نفس الوقت أفوار فا يشعر بالجوع أفوار صواف يشعر بالعطش وحنا نقولنا فيرب أفوار بتيجي معاه بعض الكلمات بتغير معناه يريد نركز هنا بقى ده بقى اللي هو بيراميد ألمونطيغ الهرم الغذائي نبقى عارفين بس هنا بعض الحاجات يعني ما يجيب لي مثلا يقول لي برودوي سكري منتجات سكرية تشمل ايه منها السكر والحاجات دي ماتيغ جراس المواد الدهنية المواد الدهنية فياند بواسان اللحمة والسمك والبيض برودويلتي اللي هي منتجات الألبان لجيوم إفغويل خضر والفكهة برودوي سيرالي منتجات الحبوب هي منترجمة كيف في الكلمات اللي احنا قلناها يعني ما تلاقوش لو الترجمة موجودة بواسان يعني مشروبات هو جيب لك الهرم الغذائي عشان ما يجي يقول لك مثلا صالات تبع ايه تقول له صالات تبع لجيوم إفغويل كورجيت الكوسة تبع ايه تقول له لجيوم إفغويل يقول لك بولي مثلا الفراخ تبع ايه في الهرم الغذائي هو ده الموضوع بتاع يبقى ايزا دي كلمات اللي هي اللي سون ا اللي هو الدرس الاول ياريتنا حفظين ايه الكلمات ياريتنا رجعها كلها ياريتنا ركز فيه حفظ ايه حفظ الكلمات عشان لما تيجي تحفظها على بعضها وتحل عليه كله مرة واحدة حل على الدرس كله مرة واحدة نيجي بقى بعد كده بقى لسون دي كلمات الدرس التاني هنا برضو في المأكلات والمشروبات كلمة غيو اللي هي قسم لما تروح سوبر ماركت وتحب تشتري من حاجة قولك قسم ايه في السوبر ماركت قسم الفكهة الخضار تيب نوع فريجو تلاجة جريير الجبنة المزرلة توست اللي هو العيش التوست أمبو البطرمان او البرطمان أدولت ناضج يعني او بالغ لوجامبو لحم الخنزير والعزو بالله بوبكوغن اللي هو الفشار كوكي اللي هو بسكوت بالشوكولات أغلب الكلمات دي أصلا احنا لسه قرأناها دلوقتي يعني ما تحسش ان الكلمات كتيرة لا هتلاقي الكلمات دي يعني انت كده تقريبا لو دمكتا هتلاقيها نص الكلمات دي كراب اللي هو الكراب تغتين شريحة خبز بالمربة بوات صندوق بوتي إزازة كونتيتي كمية ديفينات الفزورة لاساردين الساردين سبيسياليتي الشيء الخصوصي او الشيء الخاص حتى يقول لك هتلاحاجة سبيسيال هي اسماهي سبيسياليتي بوغي اللي هو البطاطس المهروسة بوغي لا سوب للشربة انسورت نوع يقول لك عايز اي نوع من الاكل اي نوع من الشرب بطاط البطاطة لا فغين الدقيق لما اجي اقول مثلا الفول السوداني اسمه كاكويت الكاكويت اللي هي الفول السوداني لما اقول لها موس اللي هي اللي عندي هنا لاموس اللي هي مسلا تدطو على الاشطا او الرغوة الشوكولاتة لاموس فغيت البطاطس المحمرة هم الفربات روفي يجد ديزيري يرغب انديكي يبين او يوضح كوموندي يوصي بي او يأمر بي فولي يسرق بي يدفع برودوير ينتج ديفواغ واجب ماتغ يضع سيروندر يتجه الى او يتوجه الى من اهم هنا الصفات عندي ديفيران مختلف لما انسى اضفلها ايه تبقى ديفيران برانسيبال رئيسي او اساسي شو ساخن لما انسى اضفلها ايه تبقى شاد صان بدون فري فرش يعني طازج او طازجة فري فرش الفو يجب سرقيمة للنصيحة بارجوغ يوميا ليس ديكورس قائمة المشترات لما ترح تشري حاجة سيرتو خاصة اوفان بالداخل او في الاعمار دي بغودوي سيرجيلي منتجات مجمدة اللي هي الخضار الجاف انتبه كلمة سكة هنا عشان لما يقول لي اختاروا بالاقواص اللي جيم جمع مذكر فسكة جمع ايه مذكر اللي هو الفسيخ او السمك المملح الجبنة المبشورة عامة او بصفة عامة طبعا لما تيجي انت هنا هو جايب لي اقسام السوبر ماركت ليريون دي سوبر مارشي سوبر مارشي فجيب لي مثلا متى تروح تشيب سوبر ماركت مثلا قسم شوكولات بيسكوي شوكولات الحاجات كونفوتير بيسكوي شوكولات هتجيب منه ايه مثلا كونفوتير المربة ميل العسل شوكولات شوكولاتة بيسكوي كوكي لما يقول لك مثلا قسم ايه ري روز بات الماكارونا لجوم سك الخضار الجاف هتجيب منه ري روز بات مكارونا لون تي العدس كلمة ده مكتوبة وره ما تخافوش لما يقول لك مثلا قسم ايه با المخبوزات هجيب منه با با كروسان كراب توست لما يقول لك قسم بواسان المشروبات هجيب منه جودو غانج او سيرو صودا لما يقول لك قسم الخضار والفاكهة هجيب منه قسم فياند اللحوم هجيب منه بولي فرخة فياند لحمة سوسيس اللي هو السجوء وهكذا لما يقول لك مثلا برودويل تي منتجات الالبان هجيب منه يوورت زبادي فروماج جبنة لبن وهكذا منتجات الالبان لما يقول برودويل دولاماغ منتجات البحر هجيب منه بواسو سمك غيفت جنبري ويتغ وهكذا لما يقول ويل قسم الزيوت هجيب منه ويل زيت او ويل دوليف اللي هو زيت الزاتون يبقى هي دي اللي هي اقسام السوبر ماركن يبقى اذا لازم احفظ الكلمات دي كلها لازم احفظ الكلمات دي كلها نيجي بقى هنا عندي اخر بقى كلمات اخر كلمات خاصة بقى هنا دي الاكل وي الشرب معايا ان كادو هدية جرام جرام كيلو كيلو ديمي كيلو نص كيلو لتغ لتر مرسو قطعة دسان رسم نامبغ عدد بوستي لو بوستر لغجون الفلوس او النقود مارشان تاجر سانتغ كوميرسيال المول التجاري جروب مجموعة او جروب اخذ باله برقم ان اخرها او ولكنها مسكولا لجو الناس ان كاتر كار يعني نوع من انواع الجاتو او الفطائر او نقول عليه مثلا طورة الفرنسية أليمونتاسيان تغزية كونتتي كمية موني موني لها العملة كياغ ملعقة لما اقول لتغي معمل الالبان لتغي أموند صمرة اللوز نوادو كوكو جوز الهند بولونجيري مهم جدا الفرن او المخبز بولونجيري اهم الفربات انديكي يبين او يوضح اكسبغيمي يعبر عن كوتي يتكلف ميلونجي يخلط بريباري يعد او يجهز بارتيغ يرحل او يسافر كويزيني يطبخ فواغ يرى مطلق بطش منه من افوار يمتلك اجوتي يضيف ماتغ يضع اهم بقى الصفات والظروف ودائما البنقو سنده لو انا عايزة انس الحاجة دي حاجة اقول هنا بريسي يعني محدد النساء بريسيز ام بريسي غير محدد لجي خفيف النساء تبقى لجار ريش غنبي اوطان دي قدر مساوي من بارتو في كل مكان بوكو دي كسير من ام بو دي قليل من دي الظروف المعبرة عن الكميات ظروف الكمية هناخدها في الجرامير السي دي قدر كافي من او ما يكفي من تغو دي اكثر من اللازم من هتقولك ده سي تغو يعني ده شي اوفر يعني بلو اكثر من مو اقل من هناخدها في المقارنة في الجرامير دانسي كافي هزي الحالة قولك دانسي كافي ام بو دي تو قليل من كل شي باندان اثناء او خلال ام بير دي يعني زوج من جوز من حتى يقولك ام بير دي شو سير جوز احزية ام كورنو دي جلس عبوة ايس كريم او الكونو صالة دي فغوي صالة اتفاكها نافي جيو سور انترنت يبحر على النت يتصفح الانترنت او توتال اجمالا او كلي يتم وانتبع ان تاخد حرف الجر اللي هو او بير دا دي بوا يعني يفقد الوزن هنا جايبين بقى الاعداد الكبيرة انت تعد تبقى حفظ الاعداد كلها طبعا ماشي من اول اين اين دو تروى كاتر سا 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 ويت ناف دي انز دو تريز كتورز كانز سيز دي ست دي 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 ناف 20 بعدك هتعدي من واحد عادي لإيه تعدي من واحد لتسعة تقول 20 22 كاز توصل 30 30 40 40 50 60 60 70 4 80 4 80 4 10 اللي هي 90 توصل بقى هنا 100 اللي هي 100 لو عايز تقول قبلها 200 300 400 والحاجات دي العدد قبلها يعني تقول دي 100 200 300 400 400 500 500 600 600 600 600 900 900 1000 1000 ميل لا عايز تقول هنا 10 000 يبقى تقول 10 1000 1000 1000 1000 200 1000 1000 1000 كزا قبلها العدد يعني تمام كده هي دي الاعداد الكبير يبقى العدد هنا بيقول لك س هي س 200 لما 200 230 حضفت من كلمة يبقى هي دي المهم الاعداد اللي هي الاعداد الكبيرة بعد كده طبعا ظروف الكمية هنلسى أرينا دلوقتي وحناخدها بالتفصيل في الجرامير اللي هي ظروف الكمية وتغودي وظروف الكمية بحنا كده قرأنا كل الكلمات اللي هي خاصة بالوحدة الاولى اللي هي خاصة بالاكل والشرب يريد كله يركز ويحفظها ويراجعها الكلمات دي عايزة طبعا ترجع كده مرة الدرس ده الوحدة دي بتجتمل على كثير من الجرامير ايه مثلا هناخد ظروف الكمية هناخد برضو اللي هي الاعداد الكبيرة هناخد كومباريزون اللي هي المقارنة ابناء العزاء بالتوفيق أشتر طلبة ثلاثة سنوية هناخد برضو غير ظروف الكمية أدوات التجزئ فالوحدة دي مليانة جرامير بس أهم حاجة تحفظ الكلمات أهم حاجة تحفظ الكلمات ده أهم شيء عندي ان انت تحفظ الكلمات اللي عندك تحفظ معناها تحفظ كل كلمة تعدي معي تحفظ كل كلمة تعدي وبالتوفيق أبناء الأعزاء طلاب طلبات السنوية العامة إن شاء الله ربنا يوفقكم بس ياريت تحفظوا كلمات كثيرة طبعا ما تتضيقش لو انت نسيت بعض هذه الكلمات كان معكم ميسي وهاب الضبا خبير ومشرف اللغة الفرنسية المرحلة السنوية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته